أهلا وسهلا بدي بدينا أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوخيط بالنسبة لكم أينما كنتم نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حلقة جديدة ومهمة جدا ضمن حلقات برنامج في العمق من خلالها أتشرف بضيفي في هذا المساء وفي هذه الحلقة المهمة الدكتور محمد عبادي المتخصص في الشأن العربي دكتور محمد أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا بك دكتور محمد منور الدنيا ربنا أخليك دكتور دوما من نجاح لنجاحات ومن تقدم لتقدم والمستوى الشخصي بيتابع حضرتك وبتفرج عليك علشان أتعلم من هذه التحليلات المهمة والمتميزة عبر المنصات الإعلامية الدولية المختلفة ومشكرك على ساعة صدرك وعلى تلبية الدعوة وعلى انضمام حضرتك الحدث الأعظم في الفترات الماضية أو في الأيام الماضية وهو لا يخف على شرف المستدى المشاهدين المحكمة أو محكمة العدل الدولية والدعوة المقدمة من جنوب إفريقيا وأيضا ردت الفعل الإسرائيلا والخاص بقادة جيش الاحتلال على خلفية الجلسة الأخيرة التي اتخذت بعض التدابير والتي أقرت بأنما يجري أو سيتم التحقيق والتعامل مع القضية على اعتبار أنها إبادة جماعية كيف قرأتم هذا الحدث؟ نعم دكتور محمد يعني فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية والقضية المنظورة أمامها فيما يخص إسرائيل يمكن فهمها في سياقين الأول أن أخيرا إسرائيل في المكان الذي تستحق متهمة أو على دكة الاتهام في جريمة حرب متهمة بالإبادة الجماعية الأمر الثاني المتعلق بحكم المحكمة المحكمة قالت أن لديها شهر على إسرائيل أن تقدم بعض الأدلة أنها لا ترتكب جريمة حرب أو إبادة جماعية ومن ثم أرجعت المحاكمة كلها شهرا وهنا الأمر متعلق بأمرين الأول هو حالة ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب والأمر الثاني اتهمها بهذا طبعا اتهمها بأن مجرمة حرب هذا قد يأخذ سنوات لكن الإشكالية المهمة جدا كانت الوصول إلى وقف إطلاق نار محكمة حتى الآن لم تحكم بوقف إطلاق نار فوري وطبعا هنا كان هناك مؤخذة على المحكمة أن السياسة تدخلت في القضاء وفي العدالة لأنه بالنظر إلى ما جرى في روسيا قبل عامين في 2020 أو 2022 كان هناك حكم فوري على الروس بوقف إطلاق النار برغم أن كل ما جرى في روسيا حتى الآن رغم السنين التي مرت حتى الآن لم يتجاوز العشر بالمئة مما ارتكب في غزة ومع ذلك يقال أن المحكمة وفقا للضغوط الكبيرة التي اتعرض لها نظرا لدعم الأمريكي المطلق والدعم الغرب المطلق لإسرائيل فإنها وصولها إلى أن تضع إسرائيل حتى لو بعض أشهر أمام ارتكاب جرائم حرب فإن هذا حمل جيد يمكن البناء عليه تم تحدث عن تدابير معالي الدكتور برأيك هل من الممكن أن تنفذ هذه التدابير على أرض الواقع؟ في الحقيقة حتى لو كان قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف إطلاق النار الفوري لإطلاق النار في غزة فإن إسرائيل لم تكن أبدا لتقبل بهذا إسرائيل المهانة في كبريائها إسرائيل التي انهارت نظرية الأمن بكاملة في يوم السابع من أكتوبر إسرائيل الجريحة حتى اليوم لأنها برغم مرور كل هذه الأيام الطويلة نحن تجاوزنا على الانتهاء من الشهر الرابع الدول في الشهر الخامس إسرائيل حتى اليوم لم تحقق أهدافها في غزة إسرائيل لم تقتل قيادات حماسة الكبرى إسرائيل لم تدمر مقدرات المقاومة لحماسة أو حتى بقية فصال مقاومة دكتور رحمة بنيرك تايمز تقول أن 80% من أنفاق حماس حتى اليوم سليمة والقدرات العسكرية لحماس حتى اليوم سليمة فإسرائيل يعني كل ما تخشى إسرائيل قد حدث هجوم مفاجئ تورطت في غزو بري لغزة فتحت عليها جبهات متهمة بارتكام جرائب حرب لذلك هي تريد أن تكمل الطريق إلى النهاية حتى لو كان بنصر معنوي لكن ده يدل دلالة كبيرة أن حتى لو محكمة العلد الدولية كانت حكمة بوقف إطلاق النار إسرائيل لم تكن تلتزم وإسرائيل لديها داعمين ولديها من يحميها فيما يتعلق بالعدالة الدولية ما دلالات الانسحابات المتكررة من جيش الاحتلال لبعض الكتاب والقلوية بالفعل انسحبت من الشمال ونازلت تنسحب حتى وقت قريب حتى الساعات الأخيرة من وقت تسجيل هذه الحلقة الانسحاب للألوية أو الكتائب لا تتم إلا بعد خسائر تجاوزت الأربعين بالمئة يعني إذا ما كان هناك خسائر في أي كتيبة أو أي لواء عسكري أو أي فصيلة أو سرية تجاوزت الأربعين بالمئة يمكن سحب عسكريا سحب هذه الكتيبة واستبدالها لاحقا الأمر الثاني والمهم جدا هو متعلق بغياب الرؤية الاستراتيجية الجيش الإسرائيلي لديه خلاف كبير مع الحكومة على المستوى الاستراتيجي يقول بأننا لا يمكن أن نحقق إنجازات عسكرية في داخل قطاع غزة ومن ثم تبقى القوات في مكانها أو لا تبرح مكانها أن هذا يعرضها لخسائر كبيرة ويعرضها لهجوم من فصائل المقاومة لذلك هناك اشتباك مهم على المستوى الاستراتيجي ماذا تريد إسرائيل سياسيا فيما عرف بمعضلة اليوم التالي لأنه لا إجابة داخل مجلس الحرب المصغر أو داخل الحكومة الإسرائيلية لمعضلة اليوم التالي لذلك تجد الجيش لديه دائما مناورات في الداخل خشة بالفعل يتعرض لخسائر أو حتى خشة التعرض لخسائر تجده يصحب تلك الألوية الأمر الثاني والمهم جدا متعلق بالاقتصاد في النهاية جنود الاحتياط أو كتائب الاحتياط هذه هم مدنيون لديهم وظائف يتعرض الاقتصاد لخسائر كبرى بسبب تجنيدهم وتعطوا المصارات الاقتصاد لذلك أحيانا يتم بالدفع بهم للعودة إلى وظائفهم والأمر المهم جدا هو المتعلق أيضا بالتبديل بالإحلال والتجديد في أمور عسكرية فنية أن هذه اللواء أو هذه الكتيبة يعني تجاوزت الوقت المسموح به داخل قطاع غزة في مصرح العمليات يتم استبدالها سحبها ومسمى استبدالها بكتيبة أخرى النقطة الخامسة المهمة جدا المتعلقة بسحب هذه القوات وتدريبها لإرسالها إلى الشمال تحسبا لإنفجار مرتقب في الجبهة الشمالية مع حزب الله دعني نتحدث عليك دكتور محمد في قضية قد تحدث عنها قادة جيش الاحتلال وهالقول بأن الحرب في خان يونس تختلف تماما أو في جنوب غزة كليات تختلف تماما عن شمال غزة هذا مما تحدث به كثيرا قادة جيش الاحتلال لأيام مضت زارت عن الأسبوع أو أكثر تقريبا بأيام بسيطة أو قليلة من وجهة نظركم ما الذي كان يقصد بهذا التصريح هل تختلف الحرب من حيث السهولة من حيث التعامل مع المقاومة من حيث الحاق أضرار أكثر بالمقاومة الفلسطينية صحيح فيما يتعلق بالشمال ومعارك خان يونس خان يونس هي في الوسط يعني أقرب إلى الجنوب في المعارك في الشمال في بدايتها كانت قوية جدا كان الجيش الإسرائيلي يعني يعتقد أنه سينه هذه المعركة خلال شهر على أكبر حتى كان يستخدم لفظ اجتياح نعم اجتياح سينه المعركة خلال شهر وبالتالي كانت الشمال كله عبارة عن حائط الصد الأول وكانت فصائل المقاومة تقدر أن حائط الصد الأول ربما لن يصمد طويلا وكانت تجهز وتعد العدة في مراحل الوسط والجنوب أيضا الأمر مهم جدا أن الاحتلال ضغط بشكل كبير في البداية عبر القصف الهمجي لتهجير أهالي الشمال إلى الوسط وإلى الجنوب يمكن كان فيه مليون مواطن في الشمال وهجر منهم حوالي 700 ألف أو 600 ألف وباقيها 400 ألف مواطن هذا إدى مساحة كبيرة من الفراغ للجيش الإسرائيلي كي يعمل الأمر المهم الثاني أن معارك خان يونيس فيها أمرين أو فيها محددان مهمان جدا الأمر الأول هو أن الكتلة السكانية التي انتقلت من الشمال أصبحت موجودة في خان يونيس لذلك فإن التكتل البشري يعيق عمل الجيش الإسرائيلي ويساعد فصل المقاومة للتصدي للجيش الإسرائيلي الأمر المهم الآخر أن خان يونيس معروفة أنها مسقط رأس أغلب قادة حماس العسكريين وهي التي مجهزة ومعد فيها العدة لالتحام قوي ومباشر مع جيش الاحتلال وكسر لجيش الاحتلال في هذه المناطق وإذا ما كانت هناك مناطق فيها الشمال أعروفة تاريخيا بأنها أذلت جيش الاحتلال فإن هذه المعركة تفرض أيضا مواعيد أخرى لإزلال لجيش الاحتلال وما الخسائر التي نراها يوميا بيئة العشرات في جيش لديه أعلى التقنيات في العالم أعلى الطائرات أعلى الدبابات أعلى المدرعات الاستخبارات العربة عالمية تكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا وهو ليس فقط لديه أمريكا ولديه بريطانيا ولديه أجهزة استخبارات غربية أيضا تساعده ومع ذلك فهو ينكسر أمام مقاومة لا تملك إلا اليسين 105 أو بعض الأليات العسكرية البسيطة في مقاومة جيش عملاقه حينما نتابع الإحصايات وأرقام دكتور محمد هذه الأيام نجد أن جيش الاحتلال يرتكب يوميا من 10 إلى 15 مجزرة تقريبا بشكل شبه يومي أو بشكل يومي فعليا يترتب عليها أكثر من 150 شهيد تقريبا تقريبا هناك شبه ثبات في أعداد الشهداء الفلسطينجين من بين المدنيين الأبرياء سواء نساء أطفال أيضا كوادر طبية إسعاف إلى غير ذلك هل نستطيع أن نقرأ من ذلك أن الجيش الاحتلال لديه معدل يومي أو تارجد بالعامية المصرية أو كم هو متداول ويستساغ بالنسبة للبعض يحققه أننا بقتل كل يوم 150 مدني تقريبا دكتور محمد خلنا أقولك أن الجيش الإسرائيلي يقتل كل ما يستطيع قتله في اليوم هذا المعدل لو استطاع الجيش الإسرائيلي أن يقتل المزيد في اليوم سيقتل وهذا الجيش الإسرائيلي لو فتحت أمامه الطريق للضرب بيقوم بالنووية واستخدام النوو والتيكتيكي سيفعل لكن هناك ارتباطات أخرى متعلقة بحسابات لدوشنطن متعلقة بدول منطقة تمنعه من ذلك وبالمناسبة يمكن ده مش أمر متعلق ب7 أكتوبر لو وعدنا بالزمن للوراء كنا نشوف تصريحات إسحاق رابين رئيس وزراء الكيان الأسبق الراحل في 1992 كان بيقول نفسي أنا مؤسحة قطاع غزة ده لقيت لم ترمى في البحر بأهله بكل اللي عليه لو شفنا في جدور ليبرين ما نتحدث في عام 2009 أنه يتمنى على الإسرائيلي أن يتعاملوا مع أهل غزة أو مع الفلسطينيين كما تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع اليابان في الحرب العالمية الثانية وهنا يقصد هيروشيما ونجزاكي فيما يتعلق بضربهما بالقنابل النووية اليوم هناك تصريحات من جافير وسيمتريتش يومية متعلقة أو حتى إلياهو وزير التراث الإسرائيلي متعلقة بقصف غزة بكومبلة نووية الإسرائيلي لو استطاع أن يقتل أكثر من هذا سيقتل يمكن الأحصائية كانت في نحن نهاردة عندنا 27 ألف شهيد بمناسبة مرور كان مئة يوم قبل سبيع من الآن كان عندها 23 ألف شهيد على مئة يوم يعني حوالي نول 300 مثلا من 200 إلى 300 شهيد في اليوم يعني هذه مجازر كبرى ترتكب لكسر صمود الشعب الفلسطيني يمكن دائما أنا بقول أن إسرائيل مش بس تحتاج إلى أو هدفها المعلن هو تحطيم مقدرات المقاومة الفلسطينية عسكرية لا أبدا إسرائيل ترغب وراء هذه الحملة الهمجية الأمر مهم جدا متعلق بجعل الحياة مستحيلة داخل قطاع غزة هذه الحالة من تفجير المناذل وقتل المدنيين والإضرار بالبيئة والأرض والتربة والانتشار الأوبئة هي تدفع لجعل هذا القطاع مستحيلة ما بعد الحرب بما يدفع بأهالي غزة إلى الهجرة ويمكن لما تربط ذا بالتصريح اللي قاله إسرائيل كادس وزير الخارجية المعين حديثا لما قال نحن عايزين لابني جزيرة صناعية في البحر المتوسط ومسمى ننقل فيها أهل غزة إلى هذه الجزيرة يمكن ده أصار سخورية حتى وصراء الاتحاد الأوروبي كل المحاولات أو فيما يدور في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي اليوم وهو متعلق بترحيل هؤلاء تهجير هؤلاء بجعل غزة محطمة ومكان غير صالح للعيش تحدثت عن إطالة أمد الحرب وقلتم أن جيش الاحتلال أو بعض القيادات في جيش الاحتلال وأيضا رئيس الوزراء من يمين نتنياهو هذا يعني من المعلوم بالنسبة لسيد المشاهدين يسعى لإطالة أمد الحرب هل إطالة أمد الحرب يعمق من جراح جيش الاحتلال أم ربما يجدون من خلاله نصرا وكما أسميتموه ووصفتموه بالنصر المعنوي نعم قم سورة محمد يمكن دي نقطة مهمة جدا وهي زي ما قلنا متعلقة بغياب الرؤية الاستراتيجية نحن عندنا النهاردة الحكومة في وادي والجيش في وادي الجيش ينصغ بشكل أكبر مع الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة لديها حسابات سياسية ضيقة وده بنشوفه لما بنشوف مثلا يو أف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي لما يروح يدخل مكتب نتنياهو فالمساعدين يرفضوا ودخلوا فيقولوا أنه أنا هجيب لواء جولاني وهدخل غزبا عنك ده فضلا عن يعني أنه مثلا وزيرة في الحكومة لما يبدأ رئيس الأركان هارتس هليفي يبدأ يشرح المجرات على مصرح العمليات العسكري فتطلع فشار وتأكل هذا الفشار فتقوم خناءة والناس تضرب بعضيها بالأياد هناك حالة انقسام مركب داخل الحكومة الفلسطينية انقسام مركب مركب داخل مجلس الحرب بين جانتس وبين جالنت بين الحكومة وبين الجيش رئيس الأركان في الجيش تنشئ لجنة هذه اللجنة من شأنها تحقيق فيما أسمي بالفشل الاستخباري الكبير والفشل الاستراتيجي الكبير في يوم السابع من أكتوبر فهذا يسير حفيظة الحكومة والحكومة بقية بينامي نتنياهو وحزب اليوكود تقولك ده انتو بتعملوا ده علشان تلقوا باللائمة علينا فيما هو الفشل منكم أصلا أنتم المسؤولين عن حماية البلاد أمنيا وأنتم الذين لم تقدموا يعني إفادات أمنية للحكومة تتخذ بناء عليها قرار فذلك احنا عندنا النهاردة سياقين في ظل غياب رؤية الاستراتيجية الجيش يريد من الحكومة أن تعطيه ما أشبه بالمنافستو ما الذي سنفعله بعد تحقيق الانتصارات على أرض الواقع إذا حققنا انتصارات يعني كلنا إسرائيل تتكلم عن معضلة اليوم التالي نحن نسألها ماذا عن اليوم الأخير اليوم الأخير حتى لم يقترب هناك الإسرائيلي بكل قواته وجيش يقوص يوحل غزة والغزاوين حتى الآن صمدون ومنتصرون رغم كل الجراح المتعلقة بيئة المدنيين وبالإضرار بيئة المدنيين الأمر الثاني الحكومة الحكومة لدي حساباتها الخاصة حساباتها الخاصة المتمثلة في بنيامين نيتنياو هذا الرجل الذي يعلم أن مستقبله السياسي قد انتهى وأنه سيحاكم إما على الفساد في سياق فساده السابق لمعركة السابع من أكتوبر أو على فشله الاستخبالي أو على فشله الكبير في التصدي لما جرى في يوم السابع من أكتوبر لذلك هو يريد إطالة أمد هذه المعركة وأنه طالما أن أصوات البنادق تم فجر فإن محاكمة هي أبعد ما تكون عنه لذلك حتى لو رأى أن الأمر قد يحسن في غزة لا خاسر ولا فائز ولا خاسر سيذهب إلى جبهة لبنان أو سيذهب إلى جبهات كبرى وأذي الأزمة فيها الداخل بدأت تتصاعد كمان لما يدخل على الخط يدخل أهالي المحتجزين والأسرة لأن سيموتريتش بيقول لهم بشكل واضع وصريع بتسئل سيموتريتش ووزير المالية واحد من أهم المتطرفين في حكومة بن يامين التانياه بيقول لهم لأهالي الأسرة أي حد بيقول لكم هينجيب لكم الأسرة من داخل غزة هو بيضحك عليكم لأنه هو يشرح وجهة مظهر وأنه في النهاية نحن نريد إطالة أمد هذه المعركة إطالة أمد هذه المعركة تعني شيء واحد أن هؤلاء لن يخرجوا أحياء في النهاية سيقصفوا وسيقتلوا كما قتل غيرهم في داخل المعركة لذلك بن يامين التانياه يريد إطالة أمد هذه المعركة الجيش الإسرائيل دائما ما يطالبه بماذا عن اليوم التالي الولايات المتحدة الأمريكية قالت بشكل واضح ومباشر لبن يامين التانياه لن نسمح أن تكون أخبار غزة هي الأخبار الرئيسة على شاشات الأخبار وهذا الأمر ليس متعلق بغزة في النهاية هذه الجريمة هي جريمة أمريكية بآد إسرائيلية لكن الأمر متعلق بها لانتخابات الأمريكية في نوفمبر من العام الجاري والتي تظهر استطلاعات الرأي أن بايدن قد خسر كثيرا بسبب مشاركته لبن يامين نتانياه في هذه الجريمة إذن ما يوفى من كلامكم في هذه الجزئية الأخيرة تحدثنا أن هناك هروبا للأمام من بني يامين نتانياه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديدة علينا أو على مسامعنا في وسائل الأخبار الأخبار تحدث ليلة أمس عن اعتداءات من الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين هذه الاعتداءات الواتيرة لم تصل إلى ذرواتها نعم لكن باتت جديدة هناك أسلوب جديد في التعامل مع المتظاهرين هناك اعتقالات أيضا الحديث عن اعتقالات من بين هؤلاء المتظاهرين ما الذي نستطيع أن نفهمه أو أن نقرأه من هذا الخبر نفهمه على سياق ما قلناه في أن تعاني إسرائيل حالة انقسام مركب وأنها بعد صدمة 7 أكتوبر أقدمت بشكل انتقامي للانتقام من أهالي غزة واعتقدت تحت سطوة الغاطرسة لكن حتى في صدر هذا الانقسام كان تعامل لرئيس الوزراء قبل ذلك مع أهل الأسرة يعدهم يقدم لهم واتحت الوعود الفكرة أن الوعود هو تحت سطوة الجيش الكبير القوي الدعم الأمريكي والدعم الغربي غير المشروع ودخل معركة واعتقد أنه يخلصها بسرعة وأن في النهاية هنخلص حماس وهناخد الأسرة بيئة القوة لكن بعد كل هذه الأيام الطويلة يعني خلصنا من خلص الشهر الرابع ودخلنا في الشهر الخامس هو لم يحرر أسيرا واحدا بالقوة وبالتالي انتهت كل الوعود التي يمكن أن يعطيها لأهالي الأسرة فأهالي الأسرة خلاص أصبحوا ليس أمامهم إلا أن يصاعدوا هم بيئة تالية وأن يجذبوا المتضامنين معهم ممن يكرهوا الليكود في النهاية وفيه انقسامات فيها الأحزاب الإسرائيلية ربما تحدث أو يحدث انفجار في الداخل الإسرائيلي متوقع جدا يمكن أنا دايما أقول أن الحرب الإسرائيلية على غزة ممكن أن تنتهي سريعا بأمرين أمر الأول هو انفجار داخلي من الشعب الإسرائيلي وشعب الكهن المحتل ضد حكومته وده يرجع لأمرين أولا الإخفاق في تحرير الأسرة والأمر الثاني والمهم هو زيادة وتيرة الإصابات والقتلة في الساحة وفي الميدان داخل قطاع غزة هذا سيدفع مع اشتباك طبعا المعارضين لنتنياهو هذا سيدفع الشعب بانفجار شعبي في وجه نتنياهو وإذا ما تمت إقالة الحكومة وفقها لمطالبات كمان شعبية مطالبات نخبة ويمكن كلنا نشوف يائر لبيد اللي هو زعيم المعارضة واللي كان رئيس وزراء الاحتلال في الفترة السابقة وهو كل يوم يقول وهو إهود إلمرت أيضا رئيس الوزراء الأسبق يقول بأن هذا فاشل نحزل أستحق أن يقود الحكومة أن هذه الحكومة تقاد في هذه الفترة من فاسد ومتطرف وفاشل ولن نحصل على أي نتائج في ظل حكومة أو في ظل قيادة بن يمين نتنياهو أيضا هناك بني جانتس بني جانتس هو وزير حاليا كان وزير الدفاع الأسبق ورئيس أركان سابق وهو مقرب من واشنطن وهو معروف في الأوساط يعني أن واشنطن ستأتي بني جانتس بعد بن يمين نتنياهو بالمناسبة يمكن كان بني جانتس آل من زمان في حرب آم 2014 لما شنت حرب كبيرة جدا ضد قطاع غزة واستمرت لـ 51 يوم قال بعد انتهاء هذه الحرب أننا أعدنا غزة إلى العصر الحجري لكن في السابق من أكتوبر في عشرين ثلاثة وعشرين أرسل السنوار تحياتي لبني جانتس كما فعل نستر معروف استارك يعني وفق ما تقول روايات الجليد والنار هذا كله يقول بأن الانفجار في داخل الشعب الإسرائيلي ضد حكومة محتمل وشيك ومحتمل وهو جاري بالمناسبة يعني نشوف الشرطة بتعتدي على أهالي الأسرة بعدما كانوا بيعملوهم بلطف وكلام معسول نهاردة بيعتدوا عليهم في الشارع والأمر الثاني الذي كان من الممكن أن نوقف هذه الحرب بكرا كل الجبهات داخل إسرائيل لكن الواضح أن إيران كان لديها تصورها الخاص فيما يتعلق بهذه الأزمة وتركب غزة لمصيرها وغزة إن شاء الله صابرة وصامدة سواء بأبطالها من الشعب الغزاوي الذي يتحمل كل هذه المجازل والإبادة الجماعية أو بأبطالها المقاومة نعم قلتم في تحديلكم أن ربما يكون هناك انفجار في الشمال في المواجهات مع الجانب اللبناني أو مع حزب الله تحديدا حتى يعني أوصف الأمر بشيء أكثر من الدقة دلالات هذا الانفجار دكتور محمد دكتور محمد هو الأمر ليس متعلق بأن حزب الله ينخرط في المعركة وبالتالي تكون إسرائيل هي رد فعلا الأمر الآن الأمر معكوس إسرائيل هي التي تريد أن تذهب إلى انفجار في الشمال الأمر متعلق إما بسبب رغبة نتنياهو بإطالة أمد الحرب بالتحديد بإطالة أمد الحرب والهروب لألمام أو الأمر الثاني المتعلق بالقرار قرار الدولة الإسرائيل القرار الاستراتيجي في الدولة داخل إسرائيل وبما أن كل شيء قد حدث ومنحنا متوردين في حرب ومتهمين بالإبادة الجماعية ولدينا خاسائر ولدينا قتلى ولدينا انفجارات شعبية في الداخل فلنذهب أيضا ونؤمن جبهة الشمال ما الذي تريده إسرائيل من جبهة الشمال تريد من حزب الله أن يذهب إلى ما وراء نهر الليطاني وده كان يمكن في حرب عام 2006 كان في قرار أممي معروف بالقرار 1701 أن يبقى أو تبقى القوات حزب الله خلف نهر الليطاني ومن ثم تبقى في هذه المساحة فقط قوات لبنانية أو من الجيش اللبناني أو قوات من اليونفيل لكن حزب الله لم يلتزم بهذا القرار النهاردة الإسرائيلي يبلغ الأمريكي نحن نريد إما بالدمنوسية أو الحرب أن ينسحب حزب الله إلى موراء نهر الليطاني وأن الثمانين ألف مهجر من الشمال الذين نزحوا إلى تل أبيب وإلى الوسط الإسرائيلي لن يعودوا إلى الشمال إلا بعد أن يذهب حزب الله إلى موراء نهر الليطاني وبالتالي حزب الله ربما لن يستجيب إلى مثل هذا لأنه سيمثل هزيمة كبرى هزيمة كبرى له في الوقت كان الشعاب العربي يتوقع من حزب الله أن ينخرج بشكل كبير في هذه المعركة وأن يدخل في هذه المعركة لن يقبل بهزيمة مجانية وينسحب لموراء نهر الليطاني وأعتقد أن سحب الألوية من داخل قطاع غزة ووصول الدفع العسكرية الكبيرة من البنتاجون ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل متعلقة بحوالي 100 طيارة F-15 أو F-35 وبعض العتاد العسكري الآخر هذا متعلق بالمعركة في الشمال التدريبات العسكرية الجارية في الشمال بالزخيرة الحية تقول أن انفجارا وشيكا سيحدث في الشمال وإذا ما شنت إسرائيل للضربة الأولى سيخسر حزب الله الكثير وسيندم على أنه لم يشارك مشاركة فاعلة وحقيقية في هذه الحرب منذ لحظتها الأولى الدبلوماسية العربية والحريث عن الوساطة العربية المستمرة إلى أي مدى يمكن أن تقدم الدبلوماسية العربية حلولا أو تعجل من عملية إيقاف إطلاق النار نعم نحن عندنا أكتر من مبادرة عربية يمكن في النهاية المبادرات اتجمعت مصر وقطر بالتحديد ورحوا في اجتماع كان في فرنسا اجتماع استخباري في وزير الاستخبارات المصري مع رئيس وزراء القطري مع رئيس الموساد ورئيس السي آي اي هذا الاجتماع الربعي طبعا تقوده فرنسا من أجل الوصول إلى مقترح نهائي لحل سياسي يمكن أن يوني هذه الأزمة المطروح حاليا في هذه الاجتماعات أن حماس تعطي إسرائيل حوالي 100 أسير في مقابل هدنة لمدة شهر وفي نهاية هذا الشهر يتم الحديث عن تمديد هذه الهدنة أن حماس تطلع عدد من الجنود سواء من النساء أو من الرجال وتعطيهم لإسرائيل ويكون هناك ضمنات ألا تشن أو تواصل إسرائيل حربها على غزة وأن تتنازل حماس عن حكم قطاع غزة لصالح حكوم التكنقرات تقودها السلطة الفلسطينية بضمنات مصرية وقطرية وأمريكية حتى الآن هناك مقترح على الأقل موجود على الطاولة لكن يبقى في النهاية أن هذا المقترح يصطدم بأمور خطيرة متعلقة بإسرائيل التي أعلنت في أكثر مرة حتى للعظة ونتنياه يقول أننا لن أتوقف لن أوقف هذه الحرب حتى أحقق أدافها والأمر الثاني المتعلق بيحيى الصنوار والدائرة العسكرية حوله التي لا تقول لن أدخل في المفاوضات حتى يعلن وقف إطلاق النار بشكل نهائي وتحصل على ضمانات من الدول الرائعة بأن إسرائيل لن تجدد حربها في النهاية الصنوار يعلم أنه إذا ما أعطاهم الأسرة سيكون مكشوفاً يعني ظهروا مكشوف لضربات أشد عنفاً من إسرائيل زي ما بيقول يائر لبيد زعيم المعارضة يعني في نكايته ببنيامين نتنياهو كان عليك أن تحر الأسرة أولاً ومسمى تشن الحرب فهذه موجودة فيها الاستراتيجية والزهنية العسكرية الغزاوية وأيضاً الجزئية الأخيرة التي يتحدث عنها يائر لبيد يعني لا يست موجودة فقط لدى حكومة الاحتلاف الوقت الراهن وإنما هي في سيناريو ممتد في تاريخ العقلية لا يقول الصهونية فقط وإنما في تاريخ العقل الإسرائيلية منذ أمد بعيد وربما أمم قد خلت وسبقتها إلى قرون بعيدة وبعيدة هذا التعامل بهذه الفلسفة وهذه الطريقة وهي طريقة الغدر وحياناً كما يقولون الضغط الشعبي في الأوساط الأوروبية تحديداً بعض التظاهرات بعض الفعاليات ما الذي يمكن أن تؤديه هذه التظاهرات من أدوار إيجابية في الأيام القليلة المقبلة تحديداً أهم ما تؤديه هذه التظاهرات الشعبية وهذا الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية هو كسر الرواية الصهيونية لما جرى في يوم السابع من أكتوبر أو كسر الرواية الصهيونية لما يجري من احتلال هذه الأرض التي ادعو أنها أرض بلا شعب أو شعب بلا أرض يعني في مقابل احتلال هذه الأراضي وامتلاك على أنها أراضيهم ومن ثم التصرف فيها كما يشاءون واتهام الآخر دائماً بأنه الإرهابي وأنه المتطرف وأنه المعتدي عليهم التظاهرات الشعبية في العواصم الغربية تقول بأن هذه الرواية كسرت وأن الإعلام الجديد وسائل الإعلام الجديدة التي تنقل هذه المآسي وهذه الفضائع التي تأتي من داخل قطاع غزة تقول بأن البعض ولا يزال ضمير البعض في العالم الغربي حي لكن فيما يتعلق بالحكومات هناك خطوات فجأة جداً لما تشوف على سبيل المثال أنه لما إسرائيل تتهم حوالي 12 واحد من 13 ألف موظف في وكالة الغووس أنروا بأنهم شاركوا في يوم السابع من أكتوبر وبالتالي يروحوا عاقب الأمم المتحدة علشان قبلت الدعوة في محكمة العدل الدولية قبلت الدعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية وكل الدول الغربية تباعاً بذلك من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وغيرها تقطع الإمددات تعلن أنها وقفت الدعم للأنروا فيما يعني يمثل نفاقاً عالمياً كبيراً إذا ما الأنروا قالت لو في 12 شخص متهمين خلاص نفس الـ 12 شخص ونعاقبهم بأي طريقة لكن لماذا نعاقب أطفال غزة الأمر هنا دائماً ما هو متعلق بعقاب هذا الشعب الغزاوي على أنه تجرع وكانهم مكتوب عليهم العقاب الجماعي لأنه تجرع وقال الوكيل الأمريكي والوكيل الغربي في المنطقة لا وأهانه في بيئة المناسبة قراءاتك أو من وقع قراءات دكتور محمد مع البحث الدائم والمستمر اللي أنا بحية حضرتك عليه بالمناسبة ما الذي يمكن أن تكشف عنه الأيام المقبلة؟ المعركة إلى أين؟ نعم بأعتقد أن الجيش الإسرائيلي غاصف يوحل غزة هذا الأمر انتهى النقطة الثانية أن الحكومة الإسرائيلية وأن العقل الاستراتيجي الإسرائيلي ليس لديه خطة لما بعد الغد لما بعد الحرب هذه نقطة وانتهت الأمر الثالث أنه لا يمكن إدارة قطاع غزة بدون مشاركة فصائل المقاومة هذه نقطة وانتهت لذلك كل التقديرات السياسية لانتهاء هذه الحرب تضع هذه ثلاث محددات في الأفق أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه ما يقدمه إلا قتل لمزيد من المدنين لن يستطيع تحقيق أي انتصارات عسكرية في الداخل إلا لو كان يستطيع التحقيق لا حصل حتى لو أسير واحد بالقوة لم يستطع على الإطلاق ولم يقتل يمكن قبل شهرين كان هنا جاك سولفان مستشار الأمن القوم الأمريكي موجود في إسرائيل وقال إن إسرائيل أعلن في مؤتمر صحفي إن إسرائيل ستنتقل إلى مرحلة اغتيال قادة حماس إلا ما اسميت به المرحلة الثالثة من الحرب بتكسيف تقليل كسافة القوى النيرانية مع اغتيال أهداف نوعية واغتيال قادة حماس نأرض بعد شهرين بعد 60 يوم وسط هذه المعارك الطاحنة الدائرة ما الذي جرى لا شيء في النهاية إسرائيل تعلم أنها لن تحقق مزيد من انتصارات العسكرية وليس لديها ما تكسبه في داخل أراضي غزة وأنها متورطة لذلك أعتقد بأن هناك صفقة سياسية هي التي ستوقف نيران هذه الحرب وفي اللحظة التي ستدخل غزة فيها في هضمة طويلة ستنهار حكومة بن يمين نتنياهو وسيحدث الانفجار الشعبي وستأتي حكومة تالية تكمل هذه المفاوضات السياسية ربما تنتهي هذه العملية السياسية بتسليم الأسرة من حماس إلى إسرائيل وبالإفراج عن ألاف من الأسرة الفلسطينية يمكن ما يفرج عن السبعة تلاف أو تامن تلاف أسير كاملة لكن سيكون هناك إفراج ألاف من الفلسطينيين الموجودون ظلما وعدوانا في سجون الاحتلال وستكون هناك ضمانات دولية لحكومة تكنقراط متعلقة بالسلطة والضفة ربما تكون حماس شريكة فيها لكن أعتقد بأن حكم حماس المعلن لإخطاء غزة أيضا سيكون ثمن وضريبة لما جرى في يوم السابع من أكتوبر لن تكون الحاكم الوحيد لغزة لكن ستكون شريكا في السلطة مع إما سلطة مطورة يعني السلطة الفلسطينية الحالية لن تكون أيضا كما هي سيكون هناك سلطة مطورة وسيصعد وجه جديد لإدارة السلطة الفلسطينية ربما تنتهي الأمور على هذا مع ضمانة دولية طبعا مصر بالتحديد وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تكون ضامن بهضنة طويلة لا يتم فيها إطلاق نار من داخل قطاع غزة أو اعتداءات إسرائيلية جديدة على القطاع باللغة الشارع دكتور محمد الكلام ده ياخد وقت كتير؟ أعتقد خلال شهرين من الان شهرين؟ شهرين نعم يعني الحرب لسه فاها شهرين؟ لا فيها طبعا بلا شك أشكرا لدكتور محمد تهدي الحضرتك أيها السادة إلى هنا نكون وقر وصلنا بحضرتكم لختام هذه الحلقة المهمة ضمن حلقات برنامج في العمق تساؤلات كثيرة جدا جدا أجابة بل حللها تحليلا علميا وعمليا دقيقا الباحث الدكتور محمد عبادي أشكرا لدكتور محمد على هذه الحلقة المهمة جدا جدا تحياتي الحضرتك شكرا جزينا تعطينا فرصة كامل الحب والتقدير والانتنام والعرفان لك على تلبية هذه الدعوات تحياتي الحضرتك شكرا لدكتور شكرا لكل سادة زملاء من فريق العمل إلى أن نلتقيكم بحلقة أخرى من حلقات برنامج في العمق واصلوا العطاء وكثفوا الدعاء للشعب العربي الشقيق المظلوم المكافح والمدافع والمرابط في أرضه إلى أن نلتقيكم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته